التلفزيون العربي أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بتوقيت مصر نناقش فيها جهود الوسطى لتعزيز فرص التهدئة في غزة ونتابع زيادة رسوم الطرق السريعة والمميزة بنسبة 50% وأخيرا نصلت الضوء على تداعيات صفقة الاستحواذ على منجم السكري ابقوا معكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يسبح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهل القطاع وإيقاف التصعيد الإقليمي وفي ذات السياق أدانت القاهرة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدارس التابعة لوكالة الأونروا داخل القطاع وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية براحب بك يا دكتور إلى أي مدى هناك فرص لنجاح الجهود الجهود الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى حل خصوصا أن الأيام الماضية شهدت كثير من الإحباط بشأن إمكانية التوصل إلى التفاق قريب صحيح أولا تحياتي لحضرتك ولكل سادة المشاهدين كل ما يقوم به نتنياهو والحكومة الإسرائيلية سواء على الأرض أو من تصريحات أو من قرارات في الحقيقة كلها أمور محبطة لكن أنا في تقديري تمسك مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بالوساطة أمر في غاية الأهمية لأن البديل هو ترك نتنياهو يفعل ما يشاء تخيل السيناريو الآخر تخيل إعلان مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وقف الوساطة هذا معناه الاستسلام إلى ما يريده نتنياهو بالضبط نتنياهو يريد استمرار الحرب وانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر القادم وربما يأتي صديقه المقرب دونالد ترامب وبالتالي ينفذ ما يريده لدى نتنياهو في تقدير جدوى الأعمال مهم وكبير جدا مع دونالد ترامب ربما يبدأ بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وهذا مشروع في تقدير يجري الآن الحديث فيه داخل أروقة الحزب الجمهوري السؤال ماذا يمكن لترامب أن يقدم جديدا لنتنياهو إذا ما تولى الحكم في 20 يناير القادم الخطوة الأولى قد تكون السمح لإسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لذلك بتحاول مصر ومعها قطر بزل كل الجهد من أجل أولا أن تظل الهدن موجود على الطاولة ثانيا إعطاء وضعات للهدن حتى لو كانت متعثرة أفضل من إعلان الاستسلام والرضا بما هو الوضع الحال بالتأكيد بالتأكيد لأن أنا في رأي القراءة المصرية والقطرية لما يفكر فيه نتنياهو هو يريد السيناريو الآخر هو يريد مزيد من الإحباط هو يريد أن يستفز الطرفين مصر وقطر للانسحاب من الوساطة وهناك حتى حديث في الوقت المتحدة الأمريكية أنهم يجهزوا مقترح جديد وفي حالة عدم قبول هذا المقترح من قبل إسرائيل وحركة حماس يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وقتها أن تنفض يدها أنا في رأي هذا سوف يكون أمر خطير جدا لكن تمسك مصر وقطر بالتفاوض وفي الوساطة والبحث عن حلم مبتكرة وخارج الصندوق في رأيي أولا هذا يحرج الولايات المتحدة الأمريكية ويجعلها أن لا تقدم على هذه الخطوة هي خطوة الانسحاب من الوساطة أو هذا أمر في غاية الهمية الأمر الآخر هو أيضا الضغط على نتنياهو لأنه مدام الوساطاء يعملون ويحاولون ويفكرون ويطرحون الأفكار الحكومة الإسرائيلية لابد أن تتعاطى مع هذه الأفكار سواء بالقبول أو بالرفض في حالة الرفض هو إحراج لإسرائيل وإعلانها وتعريتها أمام العالم أما إذا قابلت فهذا سوف يكون أمر إيجابي لكن فكة الانسحاب من الوساطة أو ترك الأمر لنتنياهو والمتطرفين أنا في رأيي هذا ما يريده نتنياهو خصوصا أن الوسطين في تقدير أيضا يراقبان ما يجري على الأرض ما يجري على الأرض هو هزيمة وفشل كبير جدا لإسرائيل الرسالة التي أرسلتها الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا في إسرائيل في غاية الأهمية هذه الرسالة تقول بوضوح أن المقاومة قوية وموجودة في كل أماكن القطاع في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب وهذا عكس ما يقوله الجيش الإسرائيلي أنه فك كتأب حماس في رفح أو ما إلا زالت هذا الوضع الميداني الإيجابي في تقدير موجود في يقين الوسيطين المصري والقطري من خلال ترجمته للوصول إلى هدنة والوصول إلى الحل الدبلوماسي يحافظ أولا على المقاومة وعلى أصولها وعلى عتدها وعلى وجودها هذا رقم واحد يوقف هذه المجازر الإسرائيلية رقم اثنين رقم ثلاثة أيضا هو إفشال خطط نتنياهو لأن إطالة زمن الحرب يسمح لنتنياهو بطرح خطوط بديلة أو أمور بديلة لأن إطالة زمن الحرب والمجازر يستفيد منها نتنياهو انظر إلى استطلاع الرأي الذي نشرته اليوم الصحافة الإسرائيلية يتحدث بشكل واضح وصريح أن نتنياهو يكسب في الشارع الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي يتحول من اليمين إلى اليمين المتطرف استطلاع الرأي يقول أن حزب الليكوتس سيحصل إذا ما جرت الانتخابات اليوم على 26 مقعد وهو بالتالي يتفوق على جاندس بحوالي خمسة مقعد الذي سيحصل فقط على 21 مقعد وبالتالي الانسحاب من الوساطة سوف يترك الساحة بالكامل لنتنياهو وبالتالي قد تزيد شعبيته والرواية الأخرى التي قد يتبنى بعض أضاء المعارضة مثل جاندس ولابيد وغيرهم في الذهاب إلى صفقة وإطلاق الرهائن وإطلاق عدد كبير جدا من الأسرة قد تضعف هذه الرواية إذا من سحب الوساطين المصري والقطري لذلك أنا في رأيي من الحكمة الكبيرة جدا ومن الرجد ومن القراءة الحقيقية لمقرايات الوضع سواء الوضع السياسي أو الوضع الميداني هو الإبقاء على هذه الوساطة مستمرة حتى لو كانت متعسرة أن تستمر الأبضل بكثير جدا من أن يقال محاولات الإبقاء على الوساطة القائمة وطرح الأفكار والرؤى إيه المفروض تعمله مصر بالتوازي سواء للوصول إلى إيقاف لهذه الحرب أو كمان للحفاظ على أمنها القومة بحكم وجود إسرائيل الآن على بعد أمطار من الحدود المصري أولا مصر بتمارس ضغطنا في رأيي على إسرائيل هذا الضغط قد يبدو ناعما في الشكل لكنه خشن وقوي جدا في المضمون يعني على سبيل المثال منذ أسبوعين انتهى عمل السفيرة الإسرائيلية السابقة أميرة هارون في القاهرة كان الطبيعي أن يتم اعتماد السفير الجديد مباشرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها القاهرة لم تعتمد السفير الإسرائيلي الجديد هذا الأمر تجميده أو تأخيره أو تأجيله هذه ورقة ضغط كبيرة على إسرائيل أيضا عندما تقول مصر أنها لا تقبل بأي لطروحات إسرائيلية سواء لإبقاء المؤقت أو لإبقاء الدائم أو لإبقاء المخفض للقوات الإسرائيلية في محور فلاديلفي أو حتى البقاء الشرق محور فلاديلفي لأن هناك تقارير أمريكية ومعلومات أمريكية نشرتها لجنة الخمسين التي تقدم نصاح للوفد الإسرائيلي تقول أن المقترح الأمريكي الجديد سوف يقول أن القوات الإسرائيلية سوف تكون خارج محور فلاديلفي إلى الشرق من هذا المحور هذا تراه الإدارة الأمريكية قد تقبله مصر لكنها يعطي إسرائيل سيطرة ميدانية حتى لو كانت من بعيد على محور فلاديلفي تمسك مصر بعد موجود إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي سواء في المحور أو بالقرب منهم هذا أي شكل ضغط كبير جدا على إسرائيل ربما أفضل وخير مؤشر على هذا الأمر هو ذهاب إسرائيلي إلى مجلس النواب هناك حديث الآن في إسرائيل أنهم سوف يذهبوا إلى الكونجرس وتحديدا إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للضغط على مصر حتى تخفف شروطها فيما يتعلق بمحور فلاديلفي هذا معناه أن هذا الضغوط تؤكلها على نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية لذلك أنا في رأيي مصر تمارس هذا الضغط وتتمسك بالوساطة في ذات الوقت وتنسق مع الوساطين القطري والأمريكي من أجل مزيد من ابتكار الخطوات التي قد تكون مقبولة من الطرفين من حركة حماس وإسرائيل في الفترة القادمة يمكن على مدار السنوات الماضية آخر عشر سنوات كانت مصر وإسرائيل بتتمتعان بعلاقة قوية علاقات جيدة ودافئة حتى كما وصفت أحيانا لكن واضح أن الحرب الحالية في غازة أثرت كثيرا على هذا الوضع وأصبحت العلاقة بين مصر وإسرائيل ربما في أسوأ فترتها منذ سنوات طويلة هل تتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى بعد حرب غازة أم أن هذه الحرب أصلت لشكل جديد في العلاقة بين مصر وإسرائيل أنا في رأيي مصر لديها قراءة معمقة لطبيعة علاقتها مع إسرائيل تتخيل أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل منذ سنة 1979 ماذا أفضت هذه العلاقة؟ لا شيء عندما سئل الرئيس السادات عن العلاقة أو عن اتفاقات كامبي ديبدا واتفاقات السلام مع إسرائيل قال أعطيت إسرائيل شقة إيجار في القاهرة أنا في رأيي ما زال هذا الأمر كما هو شقة إيجار فقط لإسرائيل للسفارة الإسرائيلية في القاهرة ليس أكثر من ذلك لم تكن في رأيي على مستوى الرسمي أو على العلاقة الشعبي لم تكن أبدا العلاقة دافئة بين مصر وإسرائيل لكن هذه الحرب ربما حتى الذين آمنوا في مرحلة ما أنه يمكن أن تكون هناك علاقة مع ماء إسرائيل الآن هذه المساحة لم تعد موجودة واضح أن إسرائيل وجودها وكينونتها قائمة على الاستفزاز على التأثير على الأمن القومي لدور الجوار ومنهم دولة مصر لذلك أنا في رأيي طبيعة ونمط العلاقة المصرية الإسرائيلية بعد نهاية الحرب على قطاع غزة سوف تأخذ شكل آخر هذا الشكل الجديد سوف يكون في الحد الأدنى من هذه العلاقة التي تقول أن هناك علاقة دبلوماسية بين مصر وإسرائيل لكن ليس أكثر من ذلك إذا كان هناك تصور قبل الحرب أنه يمكن تمديد أو توسيع أو زيادة المساحة المشتركة بين مصر وإسرائيل في رأيي بعد هذه الحرب وبعد كل هذه المجازل التي ترتكبتها إسرائيل وبعد تيقن الجميع أن مشروع إسرائيل في المنطقة لا يمكن أبدا أن يقوم على السلام وعلى الاستقرار أنا في رأيي هذه المساحة المشتركة التي كان يفكر فيها الجميع لن تكون موجودة وبالتالي نعم العلاقة المصرية الإسرائيلية في أدنى صورها الآن وقد تكون أسوأ من ذلك بكثير في المستقبل لأن ما كان مشكوكا فيه في السابق أصبح يقينيا ومؤكدا به لدى صانع القرار في مصر ولدى أيضا حتى المواطن العادي في الشارع المصر شكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية شكرا لك بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتشغيل الطرق برفع أسعار رسوم الطرق السريعة والمميزة بنسبة 50% وهو ما يسري من الشهر الجاري ويلزم جميع أنواع السيارات التي تتراوح قيمة ما ستدفعه بين 15 جنيه إلى 100 جنيه وذلك على 11 طريقا سريعا ومميزا أي نحو 30% من إجمالي الطرق السريعة قالت وزارة البترول إن استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي لتعدين الذهب على منجم السكري للذهب جنوب غرب مصر ليس له تأثير على حقوق الدولة المصرية في المنجم وإراداته وأكدت الوزارة أن أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بشأن المنجم لا تزال سارية بجميع بنودها وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمة وكانت شركة أنجلو جولد الجنوب الإفريقية قد أعلنت استحواذها على شركة سنتامين الأسترالية المشغلة للمنجم بصفقة قدرت قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار بالتأكيد هناك كثير من الأسئلة حول الخبرين دعونا نرحب من القاهرة بالأستاذ حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية برحب بك يا أستاذ حنان وخلينا نبدأ بالحديث عن منجم السكري لأنه كان فيه لغات كثير في الحقيقة مع الإعلان عن الصفقة البعض قال أن هذا تنازل عن نقل ملكية لمنجم السكري مع الوقت بدأت تتضح الحقائق وأنها مجرد استحواذ من شركة جنوب إفريقية على شركة أسترالية على حصة معينة لا تموت بصدر أصلا لمصر برائبتي هذا الموضوع إزاي وهذا النوع من استفقات هل لي أي تأثير اقتصادي مساء الخير يا فندم طبعا يعني السرد الإعلام والصحافة للصفقة هو اللي خلى المصريين يتساءلوا هل ده بيع للمنجم ولا صفقة استحواذ طبعا هي صفقة استحواذ ويعني منفعة وليست بيع بالكامل مصر دخلة في الإرادات بتاعة المنجم بـ 50% بس مش دخلة في الإنتاج يعني هي ما بتاخدش حصة من الإنتاج هي بتاخد حصة من الإرادات من الأرباح وليها كمان 3% من الأرباح بعد خصم المصاريف الشركة دي متواجدة في مصر من سنة 94 للتنقيب عن الدهب وأول إنتاج كان تقريبا في 2016 حصلت في مصر من أول 94 لـ 2016 حاجة اسمها إتواد كان بتاخدها مصر والمستحقات ورسوم وبعد كده لسه في شهر 6 اللي فات أعلنت الشركة أن هي منحت مصر مليار دولار عن فترة التشغيل بالكامل وده حصة مصر في الأرباح بعد خصم المصاريف طبعا شركة جولدن الجروب أفريقية هتستحوذ على شركة سانتامين في العالم كله مش في مصر بس مقابل صفقة 2.5 مليار دولار الحكاية كلها أن هي كانت فيها نوع من السرية فده اللي خلى المصريين يتساءلوا هل ده احنا بنبيع منجم السكري اللي كان قفله الملك فاروق للأجيال القادمة وبنضحي بمواردنا هو أصلا الحياة منجم السكري ده تحديدا أنا فاكر من 2005 وعلي جدل كبير جدا وبينشر كثير من التقارير حوالين هل فرطت مصر في الدهب طب إين الاستفادة اللي تستفيد بها مصر هل في فساد في عملية السخراج وبعي الدهب ليه كل هذه الحلم من اللغة يعني اللي بتحصل من وقت للتاني حوالين منجم السكري لأن منجم السكري ده من أكبر مناجم الدهب الموجودة تقريبا في المنطقة العربية وتقريبا رابع أكبر منجم في العالم وإنتاجه ممكن يوصل لستة مليار تن وهو طبعا كمية كبيرة جدا ومؤهل كمان يزيد إنتاجه أكبر من كده لأن كمان المنطقة المحيطة فيها دهب وأن الشركة الجنوب أفريقية تبحث أن هي تخش في هذا المشروع وهي رابع شركة لإنتاج الدهب حوالي العالم هي شايفة أن فورس السمار واعدة وشايفة أن هي ممكن تحقق منه إربحية عالية جدا وكمان الشروط بتاعت الانتفاع هي شروط مريحة جدا للشركة وأعتقد أنها مش مربحة أو المصل بالزبط كان السؤال دايما أنت عندك منجم دهب وإحنا طول وقت بنشتكي أن مواردنا الطبيعية قليلة إزاي تسيبه بهذا الشكل وتدي إدارته وتشغيله لشركة وإنت تاخد نسبة أصلا عليها جدل من يعني ليه ما حاولتش أنت تستفيد بكل هذه الطاقة أقول لك لي لأن طبعا رسوم استخراج والتنقيب عن الدهب هي رسومة عالية جدا وما عندناش الخبرة السابقة في هذا المجال وممكن يكلف مصر تكلفة عالية جدا وممكن يكون الدهب مختلط يعني معادن أخرى عشان خطر تستخرجها هتدفع مصاريف كبيرة على فكرة أحد رجال الأعمال المصرين كان عرض أن هو يستخرج دهب يعني ياخد حق انتفاع في منجم من المناجم ولكن الدولة ما وفقتش فهو راح أخد منجم تاني في جنوب أفريقيا طبعا معروف الاسم مين هو ويبتدى أن هو يعني ينتج وشايف وكان قد في الفترة اللي فاتت كلام عن الاستثمار في الدهب وأن الدهب رايح للمستويات قياسية وطبعا شايفين أن المصريين في الوقت الحالي مهتمين جدا بالدهب كملاز آمن في ظل تزبزه العديد من الاستثمارات وفي ظل ارتفاع نسب التضخم حتى أن في النصف الأول من هذا العام الشارع المصريين أكثر من 14 طن من الدهب طبعا ده يعني كم كبير جدا ومش كده بس كمان البنوك بتاه يعني تنتهج دلوقتي نفس السياسات الأفراد هي شايفة برن الدهب ملاز آمن شفنا أن مصري شارت 44 طن دهب ودولة اللي فادوا مصر فيه ارتفاع احتياط النقد الأجنابي لأنه طبعا أن نقومنا الدهب بسعر السوق الآن اللي بيوصل إلى تقريبا مقارب ل3000 دولار للأنصة وفيه كمان احتمالات أنه يزيد الارتفاع لسبب الأزروف الجيوسياسية تمام طبعا وشايفين برضو الفترة الحالية الاهتمام المصريين بالدهب بيتزايد يوم عن يوم وإحنا دايما بنقول أن احنا مستوردين للدهب وليس منتجين للدهب وده طبعا يعني شيء بيخلي حوالينا الناس تستغرب طب انتوا عندكم مناجم كلها دهب طب ايه اللي بيخليكوا تستوردوا من الخارج ما هو عشان خاطر عشان انتاج منجم سكاري تقريبا كله بيصدر للخارج وعلى فكرة بيتدمغ مش داخل مصر بيتدمغ خارج عليه مصاريف جندج اه تمام في كنتها تقريبا وعليه مصاريف كبيرة لتأمين الدهب وهو خارج وهو داخل طيب خلينا انقل بحضرتك لموضوع تاني موضوع زيادة رسوم العبور على الطرق السريعة والمميزة الحقيقة يعني كتير من الناس بتشوف او يعني تعليقاتها انه ليه ليه كل حاجة بتحصل في وقت واحد ليه في وقتا عندي فيه ازمة اقتصادية بعمل على الناس كده اكتر ليه في وقتا عندي فيه ازمة تخص الاستثمارات وغيره بحمل المستثمرين اعباء اكبر في النقل وارقام كبيرة جدا بتوصل ل 15 الف جنيه علشان انقل شحنة واحدة شفت زي هذا الخبر بصه طبعا خبر مفاجئ واثر بتسلب على الناس اللي بتستخدم الطرق السريعة يوميا زي سائق التريلات والناس اللي بتنقل بضايع والناس اللي برضو عندها اشغالها في مناطق لازم توصل لها لو حتى بشكل ازبوعي طبعا القرار قرار فجائي وكمان قبليه كان فيه ارتفاع لأسعار المحروقات فهو بقى قرار مزدوج هو في العادي هيتحمل المستهلك او الراغب في انه التكلفة بالكامل ولكن هي زيادة في التكلفة هو بيتكلمه على 11 طريق بيمثل 30% من الطرق المتواجدة داخل مصر بيعني تقريبا 30 ألف كيلو طبعا الرسوم بتزيد للسيارات العادية من 10 إلى 15 وكله فيه زيادة وكمان الشاحنات اللي بيتم وزنها على البسكول طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 21 محطة وزن منهم 9 متحركين المحطات دي لازم تشوف اللي انت بتنقله ايه نوعيته ايه وتقرر الرسم بتوعي وتتروح زي ما حضرتك قلت المصاريف تفعت من 5 ألاف يعني التدريج لغاية 15 ألف جنيه طبعا دي تكلفة عالية جدا وهتصيب النائل بالحصرة لانه زي ما انا اقول وزي ما اشارت النهاية في الاخر الهاتفة نتيجتها المستثمر يعني في النهاية مش صاحب الشغل خالص هو اللي هيتحمل هو هيتحمل ويضيف لتكلفة الانتاج بتاعته ويرفع السيار على المستهلك زي لما بتحصل ارتفاعات في أسعار الوقود بتحصل او بترد بشكل مباشر على المستهلك سؤال بقى اننا اخد قرار بالشكل ده في وقت زي ده سبب وقيد ده علي بص بقى هو انا ممكن اخد القرار من زاويتين لو الزاوية الاولى الزاوية الحاسنة اننا هيتم تحسين في شبكة الترة هيتواجد اصعاف هيتواجد القتل الاتصال هيتواجد يعني معايير الطرق العالمية لو حصل كده هيتقبل بس القطاع الخاص مش يعني الافراد مش هيتقبل اللي هو بينقل عشان قاتل دي مهنته القطاع الخاص او الافراد هيتقبل انما طبعا اللي بينقل هو عاوز خدمات اكبر من كده بكتير وعايز كمان ان هو يفهم ليه تم ده في الوقت الحالي ده شقة التاني الفجائي الحاجة الفجائية اللي دايما يقولك ايه اصل اشاعة طب يا جماعة لا احنا سمعنا عنها في التو في اللحظة وتطبق في التو في اللحظة طب ليه ما سبقتش واعلنت هيقولك طب هو هياخده ايه الاتجاح عشان خاطر يعني ينفزه القرار ما هو هيتنفز هيتنفز فدي برضو عاملة نوع من ويمكن تزامنه كمان احنا نكلم على تكلفة النقل اللي هي بتؤدي الى زيادة اسعار السلع الناس كانت متخوفة بعد زيادة اسعار البنزين والسولار وده حصل فعلا زيادات في اسعار السلع نتيجة ارتفاع تكلفة النقل ما ده بيضاف كمان لتكلفة النقل يعني ليه تزامن كذا قرار في وقت واحد اقولك الشرع المصي بمتوقع ان طول الوقت الحاجات بتغلى متوقع طول الوقت ان فيه قرارات بتتخذ يعني هنقول في مصلحة المواطن بس برضو يعني اتخاذها اتخاذ فجائي وهل بقى انا هيقدملي الخدمات المطلوبة الموجودة في الطرق العالمية لما هيزيد هذا السعر هو ده السؤال الحقيقة انه العكس يعني فيه طرق داخلية في بعض المحافظات كانت موجودة من فترة طويلة مش طرق سريعة لأ طرق داخلية جوة المحافظة نفسها فجأة بتلاقي بوابة هنا وبوابة هنا وبركت تحصل فلوس مع ان حالة الطريق لم يحدث فيها اي تطويل ففلسفة اصلا انه واضح ان احنا رح يد لفلسفة من الدولة انه مش حياب بلاش انك تمشي على طريق لازم تدفع فلوس ليه ما في النهاية بقى انا بادفع ضرائب وبادفع اشكال مختلفة من الالتزامات كل طريق استخدمه ادفع عليه كمان فلوس وما للدرائب دي بتروح فيه والالتزامات اللي هادفعها دي بتروح فيه لا بص هو هو دلوقتي الطرق اللي بتحدث عنها هي طرق سريعة مش بتحدث عن طرق اللي هي العادية بس زي ما انت بتقول فيه طرق برضو بتربط مثلا شبرى الخيمة طريق بنها الحر مهدي تقول لها هتزيد ودي الناس بتستخدمها كل يوم بس لازم هنقول ان احنا يعني عايزين نطلع عن الدولة في الوقت الحالي بتحاول بقدر امكان تنمي مواردها بس بطريقة تنمية الموارد بعد ما تحدث سيد وزير المالية على التسهيلات الضريبية والمعاملات الاستثمارية وما الى ذلك انت دلوقتي بتتجه الى انك تلم من المواطن فلوس بأي طريقة وبأي شكل فاحنا عايزين بس الدنيا تهدى زي ما بقولك الشارع طول الوقت المتوقع ان طول الوقت الدنيا هتغلى هيبقى علينا مصاليف اكتر هنتحمل اعباء اكبر وتلك الاعباء مش متناسبة مع الدخل اللي بيحصل عليها المواطن انا بشكرك شكرا جزيلا انا بسته حنان ربسيس الخبيرة الاقتصادية شكرا على هذه المشاركة وصلنا بذلك مشاهدين الى ختام هذه الحلقة من بتوقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الاخبار على موقعنا الالكتروني العربي دوت كوم الى اللقاء التلفزيون العربي